جريمة مروعة وقاعتها بأحد الأحياء شرق جدة بعدما سكبها مواطن على زوجته وطفلها مادة الأسيد الحارقة ما تسببها بوفاة الزوجة فيما أصيبت طفلتها بحروق بالغة أكدت والدة الضحية تفاصيل الجريمة قيلت أن زوج ابنتها كان يسكب الأسيد على الجيران وعلى كل من حاول إنقاذ ابنتها وحفيدتها وقيلت كمان أن ملامح ابنتها تغيرت نتيجة الحرقة وما زالت التحييات تجارية لتحليل الجسة وأكدت أنه أثناء الجريمة البشعة تواصلت معها رحاب وهي ابنتها وكانت تحت ضر وتوديع الحياة حيث كانت تردد زوجي أتلني وبنتي أمانة عندكم الجهات الأمنية أكدت أن الجاني سترفع ضد أكثر من قضية من جميع المتضررين في الحادث منهم طليق شقيقتها والد الطفل المصابة وأكثر من خمسة من الجيران وبعض رجال الدفاع المدني الذين تأثروا جميعهم من الحرقة بمادة الأسد شقيقة الضحية قالت أنها لم تتملك نفسها وشعرها عندما رأت قاتل شقيقتها أمامها في مركز الشرطة حيث بدأت تناديه بالمجرم وقالت أنه لم يرد عليها لأنه لا مجال لديه للرد بعد فعلته الشنيعة حيث تمكنت الجهات المعنية بجدة قبل ساعات من ضبط الزوج الذي اعتدى على زوجته وتفلتها بمادة الأسد حيث فارقت الحياة فيما ما زالت الطفلة رقدة بالعنية المركزة قالت جميل الزهراني شقيقة الضحية رحاب أنهم تعرفوا بمركز الشرطة على الجاني قاتل شقيقتها مبينة أنه لم تظهر عليه أي علامة الندم بعد جريمته البشعة التي قام بها أظهرت مجموعة من الصور جموع غفيرة تشارك في تشياء جنازة ضحية الأسيد الحارقة في مقبرة شهداء الكحرم بمكة المكرمة أدت الجموع صلوة العصر بالمسجد الحرام حيث روى بسمنها الصرابة مقبرة شهداء الحرم بالشرق وصدعوات لها بالرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جنته مقبرة شهداء